في ذليل جديد على أن نهاية الحوثي باثت قريبة دع القيادي البارز في ميليشيا الحوثية الدراع الإيرانية في اليمن يوسف الفيشي الحرص الثوري وحزب الله والميليشيات في العراق وسوريا إلى القتال معهم بعد فشل ميليشياتهم في إسقاط مارف فبعد النجاحات الكبيرة جدا والتي حققتها سقور الملك سلمان حافظهم الله في سماء اليمن ضد الإنقلابين وتدميرهم لمجموعة من المخازن المكلفة بصناعة وتركيب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وبعد ضربات لعضاء حزب الله اللبنانية والحرص الثوري والحبراء الذين كانوا مكلفين بإرسال تلك الصواريخ يبدو أن العمليات العسكرية للتحالف العربية قد ضربت الحوثيين في مقتل وقد قال الفشي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر قال على تويتر سبع سنوات ونحن نقتل في الميدان وحدنا كيامانيين ونسمع الحديثة حول محور المقاومة والذي يعد محور إعلامي فقط والآن أن الأوان ينزل الإيراني واللبناني وكفة محور المقاومة إلى الميدان للقتال معنا وبدون حرج فليس في ذلك عيب بل هو واجب عليهم فقوة التحالف والصهيونية يقاتلون في الميدان كتفا بكتفا إن كانت هذه التغريدة تذل على شيء فتذل على هزائم كبيرة للميليشيات الإنقلابية في اليمن تحت ضربات سقور الملك سلمان حافظهم الله وقد تأكد من خلال التعليقات التي تلقاها يوسف الفيشي أن هذه التغريدة توضح اليأس الذي وصل إليه الحوثيون وأنهم بدأوا يستنجدون بالخارج من أجل إنقاذهم من ورطاتهم ففطن يوسف الفيشي لهذه التغريدة ومحاول أن يستدرك ما فته في التغريدة بتغريدتين قال فيهما وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون لكم كافة ليست تهمة أو مصيبا يقاتل معنا حزب اللهو المقاومة في فلسطين والعراق وسورية وإيران ونقاتل معهم ضد محور الشر الصهيونية بل هو شرف عظيم لنا ولهم وتابع يوسف الفيشي والذي خذلته التغريدة الأولى وأوضحت مدى ضعف الحوثيين ومدى هزائمهم في اليمن وقال لمن لديه قصور في الفهم لم أطلب من أحد أن يقاتل معنا في اليمن فقد انتصرنا وإنما على المستوى الإقليمي ألم يعلن السيد عبد الملك في مناسبة المولدة بأننا جزء من المعادلة الإقليمية التي أعلنها السيد نصر الله إنه آنلاوان لما اسمه محور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وسورية وفلسطين إلى القتال مع الحوثيين في اليمن وبدون حرش وزعم القيادي الحوثي أن ميليشياتهم يقاتلون في الميذان منذ سبع سنوات وحدهم وكذر الفيشي التأكدال أن القتال معهم في اليمن مع حزب الله ومن اسمهم المقاومة في فلسطين والعراق وسورية وإيران ليس تهمة أو مصيبة على أن يقاتل معهم أي الحوثيين ضد ما وصفه محور الشر الصغيوني واعتبر مراقبون أن هذه التغريدة لها وجها الوجه الأول أن اليمنيين في هذه الدعوة العلنية من القياديين البارزين في الميليشيات واعتبروها بأنها محاولة للتغطية على الدعم والإسناد الكامل المقدم للحوثيين أصلا وذلك من إيران وحزب الله من قبل انقلابها المسلحة على السلطة الشرعية واخر العام 2014 وحربها على الشعب وتأسيسها كأحدى أذرع إيران في المنطقة وتزويدها بمختلف الأسلحة والدعم لتهديد دول الجوار والمنطقة العربية والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضي قباب المندب فماذا يدعو هذا الانقلابي فأصلا عناصر الحرس الثوري وحزب الله اللبنانية تعيث فسادا في اليمن غير أن المراقبين أخرين روطوا أيضا هذه الدعوة بالفشل الحوثية في إسقاط مدينة مارب والتي ترهن عليها إيران لتقوية موقفها وموقف أتباعها التفاوضي والخسائر البشرية والمادية والتي تكبدتها ميليشيات الحوثي في هذه المعركة منذ أكثر من عشرة أشهر متواصلة ويوسف عبدالله حصين الفيش هذا والذي قدم هذه الدعوة لكل الميليشيات الانقلابية والإرهابية في المنطقة إلى الحضور لليمن من أجل القتال ضد اليمنيين والشعب اليمنية هو المطلوب رقم 23 ضمن قائمة الأربعين إرهابيا حوثيا والمطلوبة لتحالف دعم الشرعية وتم رصد مكفأة عشرة ملايين دولار لمن يدلم معلومات عنه وشغل الفيش عضوية ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين وقياديا بارس في الميليشيات الحوثية وكان قائد ما يسمى اللجنة الثورية ويعد الفيش أحد ذرع الحرس الثوري داخل الجماعة الحوثية ويتهم الوقوف وراء التفجيرات الدائمة للمساجد والمؤسسات ومنازل المعارضين للانقلاب هذه الدعوة الخطيرة والتي لا يجب التغفل عنها خصوصا أنها تبين الموقف الحقيقي للقتال في اليمن وأن الحوثيين يعانون الأمرين من جراء ضربات التحالف العربية بالأمس فقط أعلن التحالف العربية وسقور الملك سلمان حفظهم الله عن توجيه ضربات جوية لإهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في صنع وقال التحالف إنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة من الخبراء جنوبية العاصمة اليمنية بالإضافة لورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيارات وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع والاقتراب من أي من المواقع المستهدفة وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي وأفذ المراسل لإغتيب أن مقاتلات التحالف أيضا شنت غارات على مناطق قرب مطار صنع وأن تحليق المقاتلات مستمر على مدار الساعة موسيقى